مرحبا بكم جميعا إلى أحد الدروس الرائعة جدا لتعلم الكلمات الإنجليزية كثير من يواجه الطلاب الذين يتعلموا اللغة الإنجليزية مشاكل مع الكلمات أحد هذه المشاكل أنه يحفظ الكلمة كما هي مثل كلمة car سيارة بت وتعني يفتح القاموس أو يذب إلى جوجل فتعني حيوان أليف ثم يجد هذه الكلمة car ثم مع بت تأتي carpet فتأتي بمعنى غريب مختلف كليا فتصبح معناتها السجادة أو الموكيت carpet فحقيقة أن هذا الموضوع المفروض أنه لا يزعجك لأنه بالعكس هذا الموضوع سيسهل عليك الحفظ صحيح أنه ليس له هناك أي علاقة ما بين السيارة والحيوان الأليف والسجادة أو المفرشة لكن أنت بالعكس هذا سيحفز ذاكرتك أن الكلمات ليست جديدة عليك لكن من ناحية أخرى هناك كلمات لها علاقة وتفيدك مثل fire حريق و escape مهرب فستجدها كلمة fire escape يعني مهرب الحرائق وتجدونه في كثير من المباني تجد مهرب حرائق مكتوب fire escape إذن قد تكون كلمات تجمع مع بعضاً ليس لها أي معنى بنفس المعاني الكلمات أو قد تكون لها معاني وهي الأكثر يعني طبعاً الكاربيت كما أخبرتك هي معناها السجاد يعني إذا دمجنا هذه الكلمات كاربيت كاربيت تصبح السجاد أو المفرشة الهاي اللي هو العالي أو المرتفع طريق تصبح عندما نجمعها كلمة واحدة فمعناتها الخطة السريع إتجه إلى الخاتم ear إذن وring خاتم الخاتم لكن earring earring اللي هو ليس ردع في الخاتم لكن أصبح الأخراص أو الحلقة الذي يأتي في الأذان يعني earring earring وتجمع حتى earring الاثنين يعني for تأني معنين لمدة أو لأجل فيقول for you من أجلك get يحصل على لكن عندما تدمج فتصبح forget يعني ينسى ليس له أي دخل في الموضوع أنا عارف forget يعني ينسى ear إذن وبلغ سدادة الذي يعني تضاح السدادة حتى تسد إذنك عن سماع شيء فيقول ear بلغ إذا أردت أن تسأل عن شيء اللي هو سددت الإذن حتى تعرف أن تنام فستقول ear بلغ الفايرسكيب تدمج مباشرة مهرب حرائق grand يأتي بمعنى ضخم وكبير وفخم وماذر أم يعني ليس لها يعني معنى كبيرة لكن grand mother الجدة grandfather الجد air الهواء أو الجو وport ميناء airport يعني ميناء جوي يعني ما ندمجها مع بعض فتصبح airport ميناء جوي يعني ميناء جوي after بعد ونون الظهيرة afternoon ما بعد الظهيرة فلذاك يقول good afternoon تمام وهذه أيضا grand mother أو grand father وهذه fire escape نفس الطريقة basket يعني سلة ball كرة عندما ندمجها مع بعض يعني فقط نقرب المسافة basket ball كرة السلة يعني لا تتركنا مسافة تصبح basket ball كرة السلة basket ball living معيشة أو عيشة room غرفة عندما نتركها بعد هذه المسافة ندمجها تصبح living room living room اللي هي غرفة المعيشة any أي think شي عندما تدمجهم مع بعض anything anything أي شي birth يعني ولادة day يوم birthday birthday يوم الميلاد يوم ولادتك any أي body شخص anybody أي شخص أو أي إنسان إذن carpet carpet السجادة highway الطريق السريع highway earrings earrings forget forget ينسى ear plug سدادة الإذن ear plug fire escape مهرب الحرائق fire escape grand mother الجدة grand father الجد airport airport المطار after noon after noon مع بعض الظهيرة basket ball basket ball كرة السلة living room living room غرفة المعيشة anything أي شيء أي شيء birthday يوم الميلاد anybody أي شخص anybody أي شخص كما تلاحظون هذه المشكلة المفروض أنها ما تعيقك بالعكس المفروض أن هذه الطريقة تساعدك أن تسهل عليك الحفظ كلمات مش غريبة بالعكس أن تتعرفها فالمفروض أنك ستشاهد مثل هذه الكلمات كثير جدا يعني قد لا يحضرني أن الكلمات أو الصبورة غير كافية لكنك من يوم إلى آخر from day to day من يوم إلى آخر ستشاهد هذه الكلمات وستعرف أنه فعلاً كل ما كانت الكلمة car وbit يعني سهلة الحفظ عكس عندما تكون مثلاً كلمة مثل institute يعني هذا معناتها معهد institute هذه الكلمات يعني غير يعني مش مأخوذة من مكان آخر أو معروف عندك car أو body أو any فحتى حفظها لحد ما شوية صعب نطقها institute فالنطق يحتاج تركيز الكتابة غير معروفة حتى هذه كتابتها سهلة أنت تقسمها car وbit basket ويستعرف تكتبها any معروفة الكلمة think فلذلك هذه الطريقة ركز عليها ستفيدك في حفظ الكلمات في كتابة عندما تحتاج في الكتابة writing when you write عندما تكتب وتستفيد منها بشكل كبير جداً أتمنى أن يكون الفيديو فادكم واستفدتم منه وإذا أردتم أن أكرر من هذه الفيديوهات أو أأتي بأمثل أكثر اكتبوا لي في التعليقات لا تنسوا الاشتراك في قناتي الجديدة في أسفل الوصف أسفل الشاشة في الوصف فإذا قناتي جديدة أنني يقوم بدمج دروس المستويات عندي عندي المستويات الأول من الحروف الدرس الحروف ما بعد الحروف كيف تقرأ الحروف كيف تكتبها مدمجة في قناة جديدة إذا تريدها مفصلة ستجدها في قناتي في قوائم التشغيل إذا تدخلت على قناتي ثم أضغط قوائم التشغيل في الأعلى ستظهر لك مجموعة دروس المستوى الأول الثاني الثالث الرابع أنا الآن في المستوى الثامن ما زلت أنزل المستوى الثامن هذا ليس الثامن طبعا ولكن دروس المستوى الثامن مكتوب عليها المستوى الثامن الحلقة رقم كذا أنت إذا ردت تبدأ من المستوى الأول فقط تكتب حتى في اليوتيوب المستوى الأول الحلقة رقم واحد أو الحلقة رقم اثنين مع مراد أهم شيء إذا كتبت مع مراد ستظهر لك دروسي من البداية حظا موفقا أراكم قريبا مع سلامة الله مع سلامة الله